السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 15 من الشابطة الثامن مواصلين الحديث أيضاً عن الفسفور الفسفورس is generally considered to be undesirable impurity in steel برضو يعتبر عنصر غير مرغوب فيه في وجود الصلب أو في الصلب it is normally found in amount up to 4% in most carbon steel موجود في أغلب أنواع carbon steel بنسبة حوالي 4% in hardened steel it may be tended to case embrittlement طبعاً في الصلب اللي هو الhardened steel وجود الفسفورس هيؤدي إلى عملية embrittlement in low alloy high strength steel الفسفورس may be added in amount to 1% to improve strength and corrosion resistance لما يكون عندي low alloy high strength steel ممكن أضيف فسفور لغاية 1% عشان يحسل the strength and corrosion resistance طبعاً الصلب وبالتالي يحسن إيه toughness steel with madurated aluminium addition have been made to a fine green practice يعني إحنا برضو في الإضافات المتوسطة من الألمنيوم بيضاف عشان يدينا fine green practice particles اللي إحنا يعني يحسن أيضاً من عملية الإيه المايكرو structure وبالتالي اللي السرنس تزيد ترجمة نانسي قنقر